شارف إضرابنا عن العمل علي الشهر وفي المقابل رأينا للأسف الشديد تجاهل متعمدا من وزارة التعليم وسمعنا خلال تصريحات وزيرها المتكرر والتي تجاهلته بكل أسف الموظف الجامعي وكان اللسان حالي يتعمد نسيان أكثر من 34 ألف موظف وموظفة بموساة التعليم العالي كذلك تجاهل الحكومة لتضمين القانون الجامعات وجدو المرتبات ضمن حركة إصلاحاتها والتي اقتصرت على فئات وظيفية دون غيرها وحيث إن القانون رقم أربع لسنة 2020 يخص الجامعات دون غيرها فإننا نطالب وبشدة تنفيذه ونرفض أي محاولات لتمييع هذا القانون والقفز فوقه من قبل مكونات أخرى ولها وزارات مستقلة بعيدا عن وزارة التعليم العالي ومن هذا المنطلق فإن تنسيقية الإضراب المتمثلة في النقابات العاملين بالجامعات الليبية تؤكد على واحد إنه لا وجود لأي جسم يمثلها وتحت أي مسمى آخر مثل النقابة العامة لموظفين التعليم العالي أو نقابة المسمى إصام عويدان ونحذر أي جهة من التعامل معه بصفة نقابة الموظفين وذلك لعدم شرعيته بعد سحب التقى منه من قبل النايب الأول للنقابة العامة وانتقال النايب الثاني من الجامع المنتخبة فيها وكذلك سحب التقى من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وبهذا تعتبر النقابة العامة الجامعات الليبية منحلة بموجب القانون اثنين إن التنسيقية سوف ترفع مواقع على منتسبيها من ظلم الجهات ذات العلاقات القانونية كانت أو إنسانية ومسات حقوق الإنسان وجهات القضائية والرقابية ثلاثة نطالب كافة الجهات المسؤولة بضرورة صرف كامل مستحقات الموظفين عن السنوات السابقة بالكامل والمتمثلة في مكافآت الامتحانات والعمل الإضافي وفروق الدرجات والعلاوات السنوية وما في حكمها وتضمين جدول المرتبات الخاص بهم والتأمين الطبي أربعة أفراد الحرس الجامعي موظفين تابعين للجامعة تحت مضلة وزارة التعليم العالي وليس من حق أي وزارة أو مكون آخر نقلهم تعسفا تحت مسمى النقل النوعي وهو نقل يخالف فيه المهام الوظيفية التي تعين بمجبها لذلك فالقرار معيب ومرفوضة رفضا قاطعا كما نطالب بصرف علوات الخطر التي يضمنها لهم القانون خمسة إن ضرابنا العام متواصل ومستمر حتى تتحقق كافة مطالبنا وحقوقنا ولن نقوم بتعليق الإضراب إلا بعد التواصل مع تنسيقية الضراب موظفي الجامعات الليبية وإيجاد حل يضمن للموظف حقوقه كاملة